معانا على الهاتف دكتور حسام علام المدير الإقليمي لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية العربي والأوروبي مساء الخير دكتور أعني يا فهي مساء الخير برحب بحضرتك وكيف طار اجتماع السيد الرئيس اليوم بمدير الشركة الإسترالية للطاقة هو طبعا الاجتماع ده يعني هو مش أول اجتماع طبعا يعني خمسة رئيس يوم جيف كدسة الطاقة القدراء وطبعا هو واضح جدا أن الدولة المصرية بقالها فترة مدية اهتمام طاقة القدراء لأنه ده الحقيقة ده المستعبن يعني كل الدول الوقتين بتدور على إزاي تنتج طاقة قدراء والحقيقة مصر من الدول يعني الواعدة في هذا المجال وقصة يعني عندما طاقة الشمسية عالية جدا طاقة رياح عالية جدا فالحاجات دي كلها بيقدر نستغلها في إنتاج الجرين هايدروجين أو الهايدروجين الأخضر لإنتاج الطاقة وطبعا مصر مركز رئيسي في المنطقة لتصدير الكهرباء يعني دي من أهم الأمور الدولة المصرية بيشغل فيها دلوقتي ونحن ملاحظين أن وزارة الكهرباء ووزارة البطول يعني بقوم مجهود بهذا المجال ولو حرجت راجعت الإعلام للفترة الماضية هتلاقي فيه كذا تبقى بين الوزاراتين مع شركات ومع مناطق متخصصة في هذا المجال وخصصة في منطقة قناة السويس يعني كان فيه لسه برضو اتفاقية تمت على أساس انتاج الهايدروجين الأخضر من منطقة قناة السويس أن يحضر أو يكون على قمة هذه الاتفاقات السيد الرئيس شخصيا ده بيقول قد إيه أن فكرة الهايدروجين الأخضر دي هامة جدا في الفترة المقبلة وخاصة نحن داخلين على قمة المناخ اللي هتكون في شرم الشيخ في شهر 11 القادم دي مقدمات جيدة مصرية بتؤكد وضع مصر فين يا فندم في هذه المنطقة من الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة وطبعا بالعالم كله دوقتي وخاصة من أوروبا بالذين بيبصوا المصر ده مركز رئيسي اللي يمتدهم بالطاقة يعني طبعا عركين الحرب اللي حصلت بين روسيا وأوكرانيا وأديها حققية مشاكل في امتدات الطاقة فطبعا الدول الأوروبية يعني بينظروا إلى مصر إن هي إحدى الاخترارات الرئيسية في استيراد الطاقة منها وطبعا ده يعني بيبان معاهم في الدولة مهتمية بهذا الموضوع إن فخامة الرئيس بنفسه هو اللي بيحضر هذه الاجتماعات وهو اللي بيعمل المباحثات لهذا الموضوع وطبعا شايفين قدي مصر عاملة يعني مجهود في استضافة قمة المناخ والحيات مش أول قمة مصر تقوم بها ده سلسلة من القمم في مجالات البيئة كان لسه من سنتين ثلاثة كان فيه قمة البيو ديفرسي برضو هي يعني على مستوى العالم أكبر قمة في هذا المجال المجال في الأحياء على الكوكب يعني فالحياتها توجه بيبين قد ده مصر كوميتد أو يعني مصر عندها توجه إن هذا يكون صناعة رئيسية في جمهورية الجمهورية الباصل العربية كل الشكر يكتور حسام علامة المدير الإقليمي لقطاع النمو المسدام بمركز البيئة والتنمية العربي الأوروبي